فضيلة الشيخ لماذا خص الصيام بين سائر العبادات في الصوم لي وأنا أجزي به لفضل الصيام على سائر الأعمال لأن الصيام نية بين العبد وبين ربه لا يطلع عليها إلا الله خلاف سائر الأعمال فإنها ترى وتسمع وقد يدخلها الرياء أما الصيام فلا يدخله رياء لأنه بين العبد وبين ربه ولا أحد يدري إن هذا الصايم حتى لو رأيت اثنين واحد صايم واحد مفطر ما تفرق بينهما إنما هذا بالنية وهذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى نعم